أعزائي الأوكرانيين والأوكرانيات أتمنى لكم صحة جيدة لقد عقدت اليوم الاجتماع الأمني سطافكا حول القضايا الرئيسية كان هناك العديد من الأسئلة لكن الأهم هو موضوع الأسلحة الإنتاج في أوكرانيا والإمدادات من شركائنا وعمليات الشراء التي نقوم بها في جميع أنحاء العالم للحصول على الذخائر والمعدات التي يمكن أن تعزز دفاعنا تم تقديم تقارير من القائد العام للقوات المسلحة سيرسكي حول احتياجات الجيش ومن المسؤولين حول الإمكانيات التي تم تنفيذها والتي يمكن تأمينها خلال هذا العام ويتعلق الأمر باحتياجاتنا الحالية والإمدادات المخطط لها للعام المقبل الأولوية هي تعزيز تنمية القطاع المحلي والإنتاج المحلي وبالتالي جميع المبادرات الخاصة وجميع جهد رجال الأعمال الأوكرانيين الذين يعملون بالفعل ويمكنهم العمل أكثر من أجل الدفاع ومن بيد المجالات الرئيسية التي تم تحديدها الطائرات بدون طيار للجيش ويجب أن يكون هذا الإمداد متزايدا باستمرار وليس فقط من حيث الكمية بل يتطور أيضا وفقا للإحتياجات في هذه الحرب ويجب أن يتكيف الإنتاج بسرعة مع متطلبات الجبهة والفرص الجديدة لاستخدام الأسلحة المتاحة لدينا والاتجاه الرئيسي الآخر هو الحرب الإلكترونية وهنا يقدم القطاع الخاص ورجال الأعمال الأوكرانيون مساعدة كبيرة لأوكرانيا ويمكن أن يكون هناك الكثير من ذلك سنعمل على جذب استثمارات إضافية من الشركاء في هذا المجال وخاصة هذا الأسبوع سيكون هناك نشاطات في هذا الشأن ويتم التركيز بشكل خاص على برنامجنا الصاروخي الوطني وفي جميع عناصره يجب أن تكون هناك زيادة كبيرة في الاستخدام القتالي في الجبهة وعلى الأراضي الروسية النتائج مطلوبة بشكل أسرع وجميع المهام ذات الصلة قد تم تنفيذها الآن كان هناك أيضا تقرير منفصل هو مطول من القائد العام للقوات المسلحة حول مسار العمليات القتالية على الجبهة بما في ذلك العمليات الدفاعية وكذلك حول العمليات في منطقة كورسك حيث تستمر المعارك هناك للشهر الثالث ونحن نواصل الضغط اللازم على روسيا في هذا الاتجاه وقدم رئيس الاستخبارات العسكرية بودانف تقريرا مفصلا حول العمليات التي تجري داخل نظام العدو وتأثيرنا عليها كما كان هناك تقرير من وزير الدفاع أوميرف حول تفاصيل التعاون مع الشركاء والشيء الآخر نواصل عملنا بشأن العقوبات حيث تم تطبيق حزمتين جديدتين من العقوبات اليوم فيما يتعلق بأولئك الذين خانوا أوكرانيا وكذلك فيما يتعلق بالإنتاج العسكرية في روسيا هؤلاء الشركات والأفراد الذين يعملون لصالح الإرهاب وسنواصل العمل كأوكرانيين في فرض العقوبات والضغط على العدو بشكل متزامن مع جميع من في العالم الذين يرغبون مثل الأوكرانيين في تحقيق سلام حقيقي أشكر جميع من يساعد دولتنا وشعبنا أشكر كل فرد يساهم بما يستطيع لجعل أوكرانيا أقوى شكرا خاص لكل جنودنا المجدل أوكرانيا